السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير عندنا الحرب بدأت في غزة تقريبا من 9 شهور والمفترض ان كانت اسرائيل زي ما هي اعلنت ان هي هدفها انها ترنجع الرهائن وتقضي على حمال ده الغرض اللي اعلن تماما واللي اي طفل كده في الشارع يعني المفترض ان هو عارف الهدفنا ولكن لما نيجي نفسنا بعد 9 شهور متواصلة بعدما فيه نهاردة مئات الالاف من الشعب الفلسطيني اللي هو مش لاقي اي مقوى بعد مقتل واستشهاد ما يقرب من حوالي 39 الف شهيد لحد النهاردة الحرب دي متوقفت شي ولو سألت اي جنرال عسكري في اسرائيل قلت له الحرب دي هتخلص امتا حيقولك معرفش لو سألت رئيس اركان الجيش الاسرائيلي قلت له الحرب دي هتخلص امتا برضو حيقولك معرفش لو سألت بنيمين نتانياهو برضو حيقولك معرفش وكأن الدولة دي لا يحكمها اي شخص وماشي زي نظام الصناعية ماشي اليوم بيومه لا عندهم خطة ولا عندهم اي حاجة المهم جات المفاوضات المرح كان فيه هنا في مصر الاسرائيليين بعتوا رئيس الشباك وبعتوا مجموعة من الوفد الامني هنا في مصر علشان صفقت الرهائن وعلشان الحرب تتوقف بعدما علنت خلاص حماس من يومين ثلاثة وقالوا خلاص يا جماعة احنا موافقين وعدلنا في شروطنا وما فيش مشكلة وقولت لحضراتكم ساعتها برضو حييجي بين يميننا تانياهو وحيتنمرض وحيطلع اي حاجة المهم جي بقى الوفد الاسرائيلي وراح هم قاعدين هنا في مصر والمفروض ان امريكا مشاركة ويه قطر المفروض انها برضو مشاركة في المفاوضات دي وجيلك بقى بين يميننا تانياهو ما هو بقى اللي بعت الوفد ده مش هما اللي جايبين الكلام من دماغهم وهم جايين مرسال وعندهم شوية كلام حضراتكم عارفين ان مصر قضت على الانفاق اللي بينها وما بين غزة ومصر قالتها واعلنتها مرارا وتكرارا ومصر دايما حتى مع اسرائيل خطوط حمراء فعلا اللي عايز بقى يصدق يصدق من حضراتكم اللي مش عايز كل الاحترام اللي الناس كلها ولكن هو ده الواقع وادي الحقيقة فالمهم جي بقى انبارح بين يميننا تانياهو طالعلك بقى في المقدر جديد وقال لك ايه والله او ممكن صفكة التبادل للرهائن دي تتم بس في حاجة بقى ان احنا عايزين تحت الارض تتعامل مجسات واصوار تحت الارض خفية علشان تمنع تماما اي حاجة ما بين تهريب اسلحة ما بين مصر وما بين غزة وكأن هذا الشخص هو اصلا اللي مش عايز تماما عودة الرهائن يعني فكرة عودة الرهائن دي بالنسبة له المتوقيم هي فكرة غير موجودة ومش في دماغه اصلا لكن الفكرة الاساسية هو اضالة امد الحرب باي شكل من الاشكال وده مش كلامي ده الكلام ده من داخل اسرائيل نفسها عندكم اهو التصريح بتعلبيد رئيس وزعيم المعارضة او من ضمن زعماء المعارضة هناك قالك مفيش حرب في الدنيا تفضل مستمرة طول الوقت ده ايه اللي هو بيعمله النهاردة اصبح نتينياهو الكلام ده يعني كله النهاردة في المعارضة في اسرائيل فكل عمال بينتقده كل عمال بيقوله خلص ودخل في صفقة الرهائن ولكنه مش عايز يدخل في اي صفقة رهائن خالص فنتيجة الضغوط من المظاهرات اللي بتحصل في تل قبيب والمفروض انه نتيجة انه نتينياهو انه هو رايح اخر الشهر ده او في الاواخر علشان رايح امريكا والمفترض مزعم يعني انه هو يقول كلمة في الكونجرس فعامل تمثيلية الى المفاوضات دي وبقى كده لحضراتكم الراجل ده مش عايز يعمل اي السلام ولا عايز يعمل اي مفاوضات لانه هو عارف انه هو الغرس في مستلقع كبير جدا والحرب دي لو توقفت فهو حيبقى تحت تساؤلات وحيقول له بقى الحرب في التعلنة بقى نقعد نسألك ونسألك ونسألك فعامل تمثيلية وبيحط بالمعنى البلدي كده لما بنقولها العقدة في المنشار فرع رايح امبرح مع الوفد المصري يقول لهم بصوا بقى حضراتكم هما بقى الاسرائيليين احنا عايزين ان احنا ينعمل ما بين الغزة وما بين مصر عبارة عن مكان كده يبقى فيه مجسات واجلزة استشعار خاصة علشان نضمن انه ما يبقاش فيه تهريب بيعملوا وبيتصرفوا المفترض ان مصر طبعا عندها مواقف راضعة وحازمة في هذا الملف انا مقدرش اقول لحضراتكم النتائج ايه ولكن اعتقد ان المفترض ان امريكا هي اللي تبني المجسات الاستشعار والحاجات دي ولكن مقابل كده مصر بقى هي اللي حتمسك معبر اللي هو المعبرين منهم معبر رفح من الناحية التانية الاخرى ده على حسب ما بيقالوا على حسب ما بيتزع ولكن في قرارة نفسي ام عماين بيلفوا وبيدوروا ده كده جانب الجانب التاني بقى بالنسبة لليحيا السنوار كان لما يحيا السنوار مسجون في سجن عسقلان المركزي كان ليه سجين معازي ميلو اسمه نبيه عوضة نبيه عوضة طلع واكلم وقال على الوعد اللي وعده يحيا السنوار في السجول الاسرائيلية هناك امام الناس قالك اولا هو كان تعاموله كويس جدا جدا مع كل المساجين الفلسطينيين ولكن كان اسلوبه دايما صعب جدا وكان دايما بيتخانق مع السجانين الاسرائيليين ويحيا السنوار هو كان شخصية همة جدا جوا السجن يعني ما بقاش حتى شخصية همة بعد ما خرج من السجن ان هو ليبع كبير جدا يعني فلما خرج يحيا السنوار قبل ما يخرج راحه قايل قدام الناس كلها انا الكلام ده حسب ماكويل في الصحيفة انا ما بقاش يحيا السنوار ان ما خرقتوكو كلكو وحررتوكو كلكو وجد في سنة 2014 لما كان هو يحيا السنوار بقى مسؤول عن التبادل السجناء ومجموعة من السجناء كانوا موجودين من سنة 2014 المفروض ان هما كانوا داخلين دايما في محادثات تبادل اسراء فلسطينيين او سجناء فلسطينيين امام الرهائن الاسرائيليين يعني ما كانش الموضوع ان شاليد ده كان موال كبير جدا فالمهم يحيا السنوار كان هو المسؤول عن الموضوع ده جات لغاية سنة 2023 في شهر ديسمبر وتوقفت تماما المحادثات اللي ما بين السنوار وما بين اسرائيل لانه هو كانوا دايما هتقول لي ما ما كانش فيه عملية الاقصى اه ما كانش فيه لسه عملية الاقصى في سنة عفوا ان 2022 انا اسف ولكن كان فيه لازال بعض الرهان وعملية تبادل سجناء وهكذا ولكن لما جات بقى 7 اكتوبر كان هدف يحيا السنوار من العملية دي انه ياخد حوالي كانوا 253 شخص او حد من اسرائيل مقابل كان هدفه هو الافراض عن كل السجناء الفلسطينيين اللي موجودين لذلك يا حسنوار قبل المفاوضات دي ما خلاص انهم يترابعوا عن المطالب الاساسية كان ما طبيح السنوار الاساسي ايه هو خروج كل السجناء الفلسطينيين بكفة طواقفهم مش بس المنتمين الى حماس ولكن اللي تبعين للجهاد اللي تبعين حركة الجهاد الاسلامي اللي تبعين لفتح المهم ده كان هدفه خروج كل السجناء الفلسطينيين ولكن لما تعقضت المفاوضات وحضراتكم شفتوها وصلت بالشكل ده وبالحال ده فاملت حماس في الفترة الاخيرة قالوا خلاص مش مشكلة احنا موافقين ان احنا نبقى ست اسابيع ولكن برضو نيتينياهو متعنت في هذا الامر حتى عندنا بيتيجي صحيف وبتقيم الحرب بعد كل ده قالوا لك بقى وانا قلت لحضراتكم كان الهدف ايه في العملية الاسرائيلي قضاء على حماس وهدم الانفاق وان الحرب دي تنتهي قالوا لك ان الانفاق التقرير ده تبع بيقولوا ان المفترض ان الانفاق اللي اسرائيل قالت والجيش الاسرائيلي قال انه هو ضربها وجايبين بقى التقرير امام زي ما حضراتكم شايفين وهو بيلك لا الانفاق دي اتضمارت ولا اي حاجة وان الطب تقل لتقييم الانفاق وحجم الانفاق اللي موجودة في غزة فمعظمها اللي بقى بتمتد حوالي 700 كيلو متر تحت الارض قالك ان معظم الانفاق في درجة الحالة بتاعتها ما بين متوسطها وما بين جيدة يعني لازالت الانفاق دي بتقدر وقادرة على استخدام عمليتية او اساليب عمليتية او عمليات قتالية لحماس لحد النهاردة فمن الواضح ان اسرائيل رغم نقطة غالت جوه كل غزة ولكنها غير قادرة لحد الوقت على الوصول الى كافة الانفاق اللي موجودة داخل غزة ننجي بقى لنقطة مهمة في سوريا سوريا حصل انبارح بالليل ليلى دي مجموعة انفجارات كبيرة الانفجارات دي كانت موجودة في بانياس وبانياس هي بتحوي مجموعة من الميناء يعني نفطي حضركم عارفين ان السوريا فيها نفط وفي دول بتنهب وبتسرق في النفط السوري المؤم كان فيه انفجارات كبيرة جدا في بانياس ولكن الترجحات ان هي دي مش انفجارات زخيرة واسلحة جاية لهم هناك في الميناء لان حسب ما هو معلوم ان دايما معظم الاسلحة بتروح على ميناء طرطوس اللي بتيجي من ايران وبتيجي من من اي مكان بتروح على ميناء طرطوس ولكن بانياس في سوريا غالبا بتكون النفط ولكن ما نجي ان نشوف محدش عارف لحد الوقت الانفجارات دي من ايه من المرجح انها تكون ضربات اسرائيلية لو حضراتكم تفتكروا موضوع لونا الشبل المستشارة الاعلامية لبشار الاسد وحدث مقتلها اللي كان من اسبوع ولما تم مقتلها المفروض انها كانت على طريق سريع ومشية والعربية في عربية من وراها ناحية دمشق كانت على طريق سريع هناك وفي عربية قيل ان ها كانت مضرعة ومجهزة وهي اللي خبطت لونا من ورا وعملت الحادثة الكبيرة اتنقلت على المستشفى وبعد كده اعلن انها توفت وقتلت وكلام كتير بيتقال ان ممكن يكون هي تم مقتلها هو كلام كتير قوي واللي حقول لحضراتكم ده هو يعني ليس اكيد ولكن هي عبارة عن اتهامات ان لونا الشبل اخوها اسمه ملهم او ملهم اخوها المفترض انه هو عقيد او برطبة عميد في الجيش السوري واخوها اسمه او جزها اسمه سعاتي سعاتي ده عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث السوري وهو زوجها التاني اللي كان زوجها الاولاني كان لبناني بمجنس كهو مع الجنسية الفرنسية ولون الشبل اصلا كانت بتشتغل في قناة الجزيرة وهي قبل الجزعناك وهي استقالت من قناة الجزيرة مع مجموعة موزيعين في سنة 2010 وراحت بعد كده مستشارة اعلامية الى بشار الاسد فضلت هي كانت هي اصلا المفترض انها في درجة حساسية عالية جدا ولقوا ان في مجموعة تسريبات كبيرة بتحصل ما بين الزباط السوريين والزباط الايرانيين ومحاضر الاجتماعات اللي بتحصل ما بينهم بتتصرب والمعلومات بتتصرب فحسب ما قيل ان تم ان هم لقوا ان هي بتصرب المعلومات دي هي وجوزها واخوها الى الموساد الاسرائيلي حسب ما هو قيل وانا ما بقولش لحضراتكم ان دي معلومة اكيدة ولكن ده حسب ما هو قيل جدير بالذكر ان هي قبل ما كانت تموت كان المفروض ان هم حيروحوا هي وجوزها عندهم بيت في منتجع سوشي سوشي في روسيا والمفترض ان جوزها كان يسافر قبلها باسبوع وهي حتحصله ولكن لما جيه يسافر لقى نفسه ممنوع من الصفر فهل هي بقى كانت هي كذا او كذا قدام المعلومات هيا اللي حتقول ما حدش يقدر يجزم دلوقتي خلاصة الكلام اللي عايز اقوله حضراتكم ان المنطقة مشتعلة وجدير بالذكر ان الرئيس الجديد اللي تم انتخابه الايراني الجديد اعلن تأييده تماما الى حزب الله وحزب الله مش هننسى ان الامور لزالت محتدمة المنطقة مليانة الصراعات لما نيجي نشوف مين القص بتاع الصراعات دي هنلاقيه هو الوحيد بين يمين نتنياهو هو السبب في زعزعة المنطقة بهذا الشكل اتمنى المعلومات تكون نالت اعجاب حضراتكم وبشكركم جدا جدا على المشاهدة السلام عليكم اشتركوا في القناة